اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا إلا ما عن انتنان كانت علم الحكم أما بعد معشار السادة موضوع هذا الدرس الطربوي الإيماني الإنسان حقيقته ومكانته ومهمته تعرفون رحمكم الله كيف أن نخلق الله كثير وما يحصي هذا الخلق وما يعلم عددها إلا خالقها سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو والإنسان هو قطب الرحى بين هذه الخلائق فهو مخلوق مهم مخلوق مركزي والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر له كثيرا من عناصر هذا الوجود قال عز من قائل وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومن دلائل ذلك كذلك أن الله تعالى متعه بالعقل يميز به بين الخبيث والطيب بين الصالح والطالح بين ما ينبغي وما لا ينبغي كما ميزه بالتكليف حيث أنه مخلوق مكلف مخلوق مسؤول وميزه تالتا بالرسالة هذه الرسالة الملخصة في أمرين أساسيين الأمر الأول هو العبادة وما خلقت الجنة والنساء إلا ليعبدون والأمر الثاني هو عمارة الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآيات غير أن الإنسان من خلال ما دكر يتنازعه ثلاثة أنواع من اللذة اللذة الأولى هي لذة الأكل والصرب ولذة النكاح والتزاوج وهي كما نعرف لذة مادية محسوسة محسوسة حيوانية واللذة التانية هي لذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض وهي لذة شيطانية واللذة التالتة هي لذة العلم والإيمان وهي لذة روحانية ولذة محسوسة ولذة محسوسة إن صح التعبير إذن ثلاثة أنواع من اللذة أو ثلاث لذات لذة الأكل والشرب والتزاوج وهي حيوانية ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض وهي شيطانية ولذة العلم والإيمان وهي لذة روحانية ملائكية في اللذة الأولى التي هي لذة الأكل والشرب والنكاح يشارك الإنسان الحيوان ومن خلال هذه اللذة ومن خلال الإفراط فيها على وجه الخصوص يمتع الإنسان جسمه ولكنه يتعب روحه لأن كثرة الملدات المادية المحسوسة تثاقل به وتجره إلى الأرض وفي اللذة الثانية التي هي لذة الظلم والشر والفساد والعلو في الأرض وما يشبهها يشارك إبليس وجنده لماذا؟ لأنه يمتع الجانب الشرير من نفسه يلبي رغبات إبليسية شيطانية تستجيب لنفسه المريضة النفس الأمارة بالسوء وفي اللذة الثالثة يشبه الملائكة في روحانيتها في شفافيتها لأنها ترفعه إلى مستوى عالي نعود مرة أخرى اللذة الأولى هي تغذي الجسم وياتي وقت لتفارق فيه الروح هذا الجسم وآن داك تفنى هذه اللذة بمعنى عندما تفارق الروح الجسد الروح الجسدة تفنى اللذة المادية لسبب واضح أن الجسم بدون روح لا يساوي لا يساوي شيئا واللذة الثانية التي قلنا إنها تغذي نوازع الشر والظلم والفساد فيه هي أيضا تفنى عندما تفارق الروح الجسد لأن تلك النفس الأمارة التي تدفعك إلى الشر يعني لم لم تعود تعمل وبالتالي تفنى اللذة التابعة لها وهذا ما يشير إليه الشاعر الحكيم بقوله يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الخير أو أتطلب الربح مما فيه خسران يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أما بالنسبة للذة الثالثة فإنها بدل أن تفنى عندما تفارق الروح الجسد فإنها تكمل وتتقوى إذن سبحان الله اللذتان الأوليان اللذة الجسمية واللذة النفسية الشريرة عندما تفارق الروح الجسد تفنى تلك تفنى هاتان اللذتان والثالثة التي هي روحانية محلقة بدل أن تفنى عندما تفارق الروح الجسد فإنها تكمل يعني تكمل وتتقوى بتلك المفارقة لماذا؟ لأنها تخلصت من مزاحمة اللذتين السابقتين يعني كانوا تيضغطع لها وتيشد لها بلسطة والآن وقد تخلصت منهما يعني تحررت وتقوت وهذه اللذة كما سبقا أشرت تكون بالعلم النافع كما تكون بالعمل الصالح ولذلك نفس الشاعر الذي قال سابقا يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح مما في خسران أضاف فقال أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وذلك خلاصة الكلام معشر الأفاضل أن الإنسان إذا ما أكثر من إمتاع جسمه واهتم بالشهوات والملذات يتقوى فيه الجانب الحيواني تقوى غريزته الحيوانية بل إنه في كثير من الأحيان يصبح أقبح وأضل وأشنع من الحيوان وذلك ما يشير إليه قوله تعالى إن هم إلا كلا نعاني بل هم أضل أضل سبيلا وفي نفس الوقت عندما يكون الإنسان مغرما بنوازع الشر يحقد ويحسد وينتقم ويدبر ويمكر ويكيد يعني تقوى فيه النزعة الشيطانية النزعة الإبليسية فيصبح أقرب إلى الأبالسة بل هو في الحقيقة واحد منه وقد يتطور أمره إلى أن يكون رئيسه عندما تغلب شياطين الإنس شياطين شياطين الجن ولكن عندما يتعامل مع جسمه بتوازن ويكبت نوازع الشر فيه ويقوي نوازع الخير يعني يريق ويرتفع وتقوى نزعته نزعته الملائكية فيصبح لا نقول ملكا ولكنه أفضل أفضل من الملائكة ولذلك معشر الأفاضل اللذة العظمى هي في العلم وفي الإيمان لا نقصد أن باقي اللذات لا يمكن أن تكون جزءا من الحياة هي مطلوبة امتاع الجسم بالطعام والشراب والنكاح أمر ضروري ولكن في حدود المعروف في حدود التوازن في حدود ما لابد ما لابد منه أيضا الغرائز لابد منها ولكن الإنسان يصارع من أجل أن يقوي فيها جانب جانب الخير وجانب الإحسان وجانب المحبة ولكن عموما يجب أن لا يقوى لا اللذة الأولى ولا اللذة التانية لأن في ذلك هلاك الإنسان بل نقوي اللذة الثالثة التي تحاول أن تبعدنا عن نوازع الشر ونوازع الاتقال إلى الأرض وتحلق بنا إلى سماء الملائكة وإلى ملكوت الله سبحانه وتعالى فإذا كانت هذه هي اللذة الأولى التي من جهة كما قلنا تبقى ولا تفنى وهي في العلم والإيمان كما سبقا أشرت فبهذين الجناحين العلم والإيمان ترفرف الروح في العلو وبذلك أي بالعلم والإيمان كمال سعادة الإنسان أيها العبد الصالح انطلاقا مما دكر مطلوب منك أن تهتم بما يبقى وأن لا تنشغل بما يفنى يجب أن تهتم بما يبقى وأن لا تنشغل بما يفنى لأنك عندما تفعل ذلك تربح دنيا وأخرى وعندما تربح هما معا فذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا ممن يعون حقيقتهم ويعون مكانتهم ويعون مهمتهم ويشتغلون من أجل تحقيق ذلك ليكونوا لله تعالى في هذه الأرض عبادا صالحين وخلفاء راشدين يعون كما قلنا حقيقتهم حقيقتهم كأناس بالمعنى الحقيقي للإنسانية ويعون كذلك مكانتهم وأن الله رفع شأنهم رفع شأنهم بالعلم رفع شأنهم شأنهم بالإيمان رفع شأنهم بالتقوى رفع شأنهم بالدين وأن مهمتهم عبادة الله وأن يكونوا خلفاء له في أرضه فاللهم اجعلنا من هؤلاء وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولي وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين